عايز اقول بس معلومة مهمة يعني شو مهمة جدا هل لجنة الحكام كانت راضية عن طاقم التحكيم اللي اضار المباراة المباراة اللي اصارت الكثير من الجدل مباراة الزمالك والمصري اه كانوا راضيين كانوا راضيين بل ان بيريرا رئيس لجنة الحكام اجرى اتصالا هدفيا بحمد الغندور حكم المباراة بعد المباراة وهنقه بالمستوى اللي قدمه في هذه المباراة هتقولي ده كلام هقولك هنا بقى نقف لحظة ان انت ممكن تعترض على بعض المواقف اه مثلا انا اعتراضي ما كانتش على الهدف الكرة عدت ولا ما عدتش اه تقديرية والاغلب اجلب الحكام او المحايدين قالوا انها ما عدتش بس حد دي على جنبه انا كان اعتراضي الوحيد انه الحكم او طاقم التحكيم ما كانش عامل كنترول قوي على الاعتراضات الكثيرة في الملعب ده الاعتراض الاجبر بس كقرارات حاسمة في الملعب يعني كانت الامور تعدي المباراة كان من الكهرباء بدون داعف رأي يعني كان من الكهرباء اوش فاقل الحكام ارتقت انه طاقم التحكيم ما عملش مشكلة عشان كده لاتنين سواء احمد غندور او محمود البنة اداروا مباريات في دورة التركي تحت في دورة المحترفين للسعود الممتاز بعد على طول هذه المواجهة دون ازمات او دون مشاكل بس حبيت اقولك المعلومة دي اشتفهم كمان هل في اعتراض على مقدمه احمد غندور ومحمود البنة وباق الطاقم في المباراة من نجل الحكام او لا لا الدنيا مشت عادي اشتركوا في القناة